اشتركوا في القناة واسعار الغذاء والخدمات وقال الخبر ان هذا التأخير سيعود بانعكاسات سلبية على قيمة العملة واي تدخلات مالية خارجية بعد ذلك سيكون تأثيرها اقل فعالية مطالبين بتفعيل اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد ورفع مستويات الشفافية واصلاح الموازنة العامة واحياء القطاع المالية ورفع قدرات البنك وتفعيل كافة القطاعات الانتاجية وخاصة مصفات عدن والمنافذ والشفافية في تحديد الارادات وتوريدها الى البنك المركزي واغلاق الحسابات الخاصة والموازنات السرية التي تصرف على مسميات وهيكل وهمية يأتي هذا في وقت نيشد الريال يمني تلاجعا كبيرا امام العملات الاجنبية مقتربا من سقف 900 ريال يتراوح خلال عملية الشراء والبيع ما بين 851 و 858 و 588 ريال في عدن فيما تجاوز سقف 220 امام الريال السعودية بينما ظل شفة مستقر في صنعه عند سقف 600 ريال للدولار الواحد نتيجة حاصل ميليشيا الحوثي التعامل بالطبعة القديمة الذي خلق طلبا محدودا على العملة الصعبة وعدم صرفها الملتبات الموظفين بمناطق سيدرتها منذ اكثر من اربع سنوات دعا وزير النفط والمعادن عبدالسلام بعبود الشركات النفطية العالمية للاستثمار في الجمهورية اليمنية كون قطاع النفط والغاز يعتبر إحدى القضاعات الواعدة والذي يحتاج إلى دخول مثل تلك الشركات المؤهلة المساهمة في التطوير والتنمية وبحث وزير النفط عبر تقنية الاتصال المرئي مع المدير العام التنفيذي لشركة فيتول العالمية سبل تطوير وتعزيز علاقات التجارية الثنائية بين الوزارة والشركة خصوصا في مجال تحديث وتطوير مصفات عدن وميناء النشيمة البترولية وغيرها من المشاريع الواعدة ارتفعت أسعار مشتقات النفطية في العاصمة صنع ومناطق سيدرة ميليشيا الحوثي بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين بالتزاومن مع السمرار الأزمة الخانقة منذ عدة أشهر والتي رافقها انتعاش كبير لسوق السوداء التي ارتفعت أسعار وقود فيها بشكل قياسي والتي يعود ريعها لقيادات ومشرفين حوثيين حيث وصل سعر الدبل بترول 20 لترا في السوق السوداء إلى 17 ألف ريال مع السمرار إغلاق المحطة الرسمية أبوابها أمام المواطنين باستثناء بعض المحطات التي تشهد طوابير طويلة للسيارات والتي لا تمنح كل سيارة سوى 30 لترا توقعت ستاندر أند بورزا جلوبا للتصنيف الاعتماني أن يخفض مقدار الدين الذي ستسطر الحكومات والشركات حول العالم خلال العام الجاري 2021 إلى 8 ترليونات دولار ويشكل هذا المبلغ انخفاضا نسبته 3% تقريبا عن مستوى قياسي مسجل في 2020 عندما اقترضت الدول والشركات بكثافة لسد الفجوات التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا في ماليتها وأخيرا ارتفعت مبيعات شركة تيوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات خلال العام الماضي رغم جائحة كورونا واستعادت مكانة المحورية باعتبار أكبر بيع للسيارة في العالم لأول مرة منذ خمسة عوام إذ وصلت مبيعاتها على مستوى العالم إلى 9 ملايين و 528 ألف سيارة في العام 2020 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر